ألف مبروك أقفاص فارغة وقد حصلت على جائزة نجيم محفوظ فتأ أحلامك وبرضه أنا عجبني ياوي أن أنت وضعطي موضوع منافسة مع حسين فاهمي السألة قصية جدا عشان الجيل كله كان واقف غرام حسين فاهمي أنا حبت عايز بس أثبت لهم أن أنا مش البنت الصغيرة اللي بتحب بس الممثلين يعني مردش نجيم محفوظ لا مردش أهرد أهرد مشعرة مهمة وليك اسمك الثقيل الوزن ورفيع المقام يعني في عالم الشعر ثم تختار الكتابة الروائية يعني يبدو أنه مشوار يعني يستحق السؤال فضلا علي أنه عارك أستاذة نقد أستاذ النقد لما بيقرر يبدع يبقى بيعقب نفسه مبدئيا بقواعد صارمة وإلزامات في الكتابة ومحاسبة للإبداع يعني الحيرة المشتركة دي حلتها إزاي ما كانش في أي حيرة خاصة أنا كتبت سرد في شعري يعني أنا بكتبش شعر تقليدي أنا بحب أجرب في الأشكال وكتبت سرد في دوين سابق وأنا أصلا حد بيحب التجريب في الكتابة فبالتالي كل اللي حصل أني أنا لقيت أنه الصيغة الوحيدة اللي ممكن أكتب بيها الرواية دي صيغة يعني شوية متخلصة من أشياء في الشعر يعني أنا حاولت أخلي اللغة صارمة جداً حاسمة جداً لغة حادة حتى أنا مسميها لغة عارية يعني عارية من المجازات من الاستعارات أنا مكنش عايزة أستخبى وراء حاجة الحقيقة الشعر ممكن يخلي يعني يخلي أي حد بيكتبه ويستخبه يستخبه حتى من التقاط اللحظة من التقاط الإحساس اللي جواه فيستخبه منه وراء استعارة وراء تشبيه وراء مجاز يهرب هنا أنا اخترت اللغة دي بوعي كامل ده يعني ما كانش فيه نقلة يعني أنا مش جاية من الشعر ونوي يكتب رواية لا هو أنا بكتب شعر ولقيت أن دي ألطف صيغة للي أنا فعلاً عايزة للتجربة اللي أنا عايزة مزاج الكتاب ده كده فيما يتعلق بالنقد فأنا برضو من عمري ما تعاملت مع النقد بشكله كلاسيكي يعني أنا أميل جداً للمدرس الحديثة في النقد فالمدرس الحديثة بتتيح اللي هم يسميه كتابة على كتاب حتى في أطروح الدكتورة كان كتابة على كتاب ما فيش المنهج الصارم ده في طرق للقراءة ممكن عشان كده النص هنا حضرتك يعني بتقولي أنا هكتب مذكرات من أول لحظة في الرواية بتخبري تعلمي البطلة بتقولي أنا هكتب مذكرات ثم بنلاقي النص كله تداعي حر لحياة وسيرة البطلة هل إحنا بصدد مذكرات سيرة ذاتية ولا أصدد رواية ولا إحنا يعني في أي منطقة إحنا أنا ضد فكرة تصنيف الصارم للأجناس الأدبية يعني هنا في ناس مسموها رواية سيرية طبعا مما لا شك فيه فيه اتكاء كبير على الواقع بس فيه كمان حرية ما محدش يقدر يتأكد تماما إن الزاكرة دقيقة حتى زاكرة الدقيقة دي قرأته هو للزاكرة دي يعني أكيد الأطراف الأخرى مش هتشوفها كده فاللي حصل إنه أنا فيه اتكاء وفيه كمان ترميم للذاكرة دي لأنها مش صافية تماما وفيه كمان استفادة بقى من 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 الناقد يعني إن أنا مد خيط هنا إن أنا أزاق يعني فيه طبعا شخصيات تتمدلها يعني ما كانتش أنا مش فاكراها أساسا ففيه لعب رواية عشانا كده أنا سميتها رواية ممكن نسميها رواية سيرية لأنه طبعا فيه جزء كبير من حياتي وده سمحت لي حضرتك يعني أنا ما عملتش ده بس هنا أنا من الناس اللي تربوا على طرفات جين شاكروسو وعلى مارسل بروست بحثا عن الزمن الضايع وتربيت على فكرة أنا بحب جدا صناع التاريخ موازي بيعمله الفرد تاريخ حياة الفرد تاريخ الرسمي شيء وتاريخ الفرد بحب جدا التاريخ ده إن أنا أوثق الحالات الفرد الإنسان صحيح بس هو بشكل أو بآخر حالتنا ما بتحبيش التصنيف ويقول لما أستاذة متخصصة تقول كده يبي خلاص دي علامة ما نكلمش في التقصص لكن في المحصلة دي رواية منزل يعني في المحصلة نحن نكلم على حكي لسيرة شخصية تلين بطلتنا ما خرجناش بره البيوت أو بره الورف بره الأقفاص دي كتير في الرواية أصلاً ما فيش بشر ظهروا لنا من الخارج كل البشر من الداخل حاجة بتقولي في الأول كبطلة العمل اللي ستقص وذكرتها إن زميل للبطلة بيكتب رواية تجارية فبيحذرها من الحالة الفضائحية أويان ما خفتيش من الحالة الفضائحية إن الناس تحاسب يعني دكتور لويس عرض لما كتب عن شقيق في تجارب كتيرة أوي دكتور جلال أمي أصبح وكأنه هناك فيه قارئ مش بيتعامل مع النص دي بعتبره النص أدبي روائي لا بتعامل معنى إنه سيرة شخصية أو مذاكرات هيا بنا نحاسب صاحبها على ما ذكروا ده بيحصل طول الوقت وحصل معي في الشار يعني بس هي في نقطة مهمة حياتك لو سألتني وأنا بكتب هقول ما بخافش من حاجة ولا ما بخافش من حد لأنه أنا ببقى يعني مع فاطمة مش مع حد تاني وأنا بحب إنه أنا يعني أقول يعني أنا شخص جريء في كتبته يعني مش بس على مستوى الشخصي على مستوى اللغة كمان بحاول عمل ده بحاول طبعا يعني لكن مسألة الحساب الواحد بقى بيتردد وقت النشر يعني وقت ما يتدي بقى ينشر بقى فهي دي فترة التوتر اللي ممكن حدك كنت بتكلمني فيها من شوية قلت لك أنا كتب أقول خليه يعني كويس يتأجل لأن المواجهة طبعا بتبقى صعبة لأنه خصوصا إنه وأنا يعني جزء من تدريسي في الجامعة يعني إنه دايما إحنا متعودين إن إحنا حتى لما بندرس شعراء من خلال حياته وشعره يعني لازم حياته تبقى داخلة في النص برغم إن الكاتب في النهاية وقت ما بيبقى كاتب بيبقى هو والنصوص اللي قراها وأفلام اللي شافها وحاجات كتيرة جدا جدا يعني حتى يعني أول مرة التفت وحضرات تتكلمني دلوقتي مثلا الغرف أنا على طول يعني فكرت في قدر الغرف بدل اللي عبد الحكيم قاسم يعني فجأة قلت ده زي ما يعني ممكن جدا يكون متأثر به يعني وارد يعني كل شيء بيتداخل في اللحظة صحيح